ايه ميزة ان انا اتدرب على الانوثة ان الانثة تتدرب على الانوثة مش انا انا اتدرب على الانوثة ان عدراته كنا تتدربنا على الانوثة ايه الميزة بميزة انك هتبقي مبسوطة وهتبقي مش عارفة هتبقي سعيدة هتبقي مفتاحة انا لها تشبيه بحب اقوله دايماً اذا ما تروح مثلا ايه اما تكوني عايشة حال مش انثوي كأنك روحتي مثلا وفهم انك نفوت تكوني مبسوطة بيه زي ما تكوني روح تشتريتي مثلا فستان غالي قوي وجميل قوي ودي قوي او واسع قوي فبتلبسيه هو فستان تحفة بس مش مرتاح ليه مش مرتاحة لانه مش مقاسك معنا يا حضراتك فالانثة عندما بتقيش احوال غير انثوية بتبقى مش مرتاحة والذكر نفس الشيء مش عادة اقول الذكر مثلا الحال ده مش خصوصية عند الانثة عند اي انسان الانسان فطرته انه يعيش حاله والانوثة حال يعني ايه حال يعني منظومة شعورية